بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء على صعيد الاهتمام بحقوق المرأة ورعايتها مديرة دائرة رعاية المرأة في نينوى تؤكد الاستمرار بإصدار بطاقات كيكارد لوجبة النساء المشمولات بالمسح الميداني حيث بلغ العدد الكلي للبطاقات التي تمت الموافقة على إصدارها 1670 بطاقة نحن مع التولي معا للسيد محمد الشاعر السوداني كان هناك كل شي اهتمام بالوزارة بدت وجبات تأتي بالرعاية قبل كنا ننتظر ثلاثة أو أربع سنوات وما كانت أي وجبة إطلاق كل شعدات كانت قليلة لكن الحمد لله يمكن الوجبة الثانية والثالثة خلال هذه الفترة القريبة قبل ما يقارب ثلاثة أشهر أطلقنا ما يقارب 6500 قيد المراجعون من جهتهم أشادوا بسهولة وسرعة سير الإجراءات الإدارية والتنظيمية دون أي تأخير لمعاملاتهم ولا الحمد لله يعني موظفين جيد جدا حيال إجراءاتهم حلوة والناس ما يقصروا مع تعاون بشكل جيد يعني بدون مبالغة أي عرقلة ما أقول الحمد لله والشكر راجعتها يصال ليس عشر دقائق وفضت أموري وظل استنساق وأطلع الحمد لله والشكر منتسبين أمام قصرين والله قائم بالواجب صحيح تنظيم سير صحيح سهولة سير الإجراءات ودقة العمل وانسيابيته أهم مهداف دائرة رعاية المرأة خدمة للصالح العام ولدور المرأة في المجتمع بشكل خاص من مدينة الموصل خالد جبوري العراقية الإخبارية